الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه صدق الله العلي العظيم الكورونا كلمة عند كثيرا من الناس تعني فيروسا معينا لكن هذه الكلمة بالتأمل فيها لها بعد أو أبعاد أكثر من مجرد فيروس هذه الكلمة تعني بداية عهد جديد في العالم الأنظمة العالمية بالضبط كالبشر الشخص يولد يعيش ضمن مراحل مرحلة مرحلة الشباب مرحلة الكهولة مرحلة الشيخوخة ثم يموت الأنظمة هكذا تولد وتعيش ضمن مراحل وتموت خلال هذه المئة سنة الأخيرة خلال هذا القرن الأخير النظام العالمي تغير أكثر من مرة يعني كان هناك نظام مات جاء نظام ثاني مات بعد مراحل النظام المسيطر قبل مئة سنة وأكثر طبعاً كان نظام إمبراطوريات تستعمر استعماراً علنياً لدول هذا النظام مر بمراحل إلى أن مات وبتعبير أدق هذا النظام ما مات قتل قتل في الحرب العالمية الثانية بانتهاء بانتهاء دول مستعمرة انتهى هذا النظام إيطاليا فرنسا بريطانيا والإمبراطورية العثمانية هذه الإمبراطوريات انتهت قتلت في الحرب العالمية الثانية فانتهى هذا النظام كلياً ولى إلى من غير رجعة بدأ نظام آخر وهذا النظام الثاني الذي بدأ بدأ في قطبين بشكل من الاستعمار مختلف عن الأنظمة الاستعمارية السابقة هذا النظام أيضاً ولد بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة شاب مر في مرحلة الكهولة ومرحلة الشيخوخة وهذا النظام مات عندما تشتتت الاتحاد السوفياتي هذا النظام مات عندما أقول هذا النظام هذا النظام لعل أكثر القضايا الكبرى في ذلك الزمن في تلك الفترة كانت تخضع لهذا النظام النظام الذي كان له قطبان هذا النظام مات في سنة ألف ونتذكر بعضنا نتذكر أنا أتذكر بعض تفاصيلها أيضاً سنة ألف وأربعمائة واثنتين عشرة هجرية هذا النظام مات بعد سنتين بالضبط ألف وأربعمائة وأربع عشرة هجرية ولد قطب آخر ما كان بالمستوى الاتحاد الأوروبي مرت هذه السنوات من سنة ألف وأربعمائة وأربع عشرة هجرية إلى سنة ألف وأربعمائة وواحدة وأربعين هجرية حيث صار الكورونا وبدأ نظام جديد سياسي واقتصادي مختلف تماماً عن النظام السابق هذا بإيجاز جداً باختصار في هذه المئة سنة الأخيرة نترك هذا الموضوع لنعود إليه الدنيا الأفراح فيها معجونة بالأتراح بالأحزان الانتصارات الانتصارات في الدنيا مزيجة بالتأكيد مع الخيبات هذا شيء على صعيد الأشخاص وعلى صعيد الجماعات وعلى صعيد الأمم الكبرى بالتأكيد هذا الشيء يحصل وهذا ما أكدته روايات شريفة بل حتى آيات قرآنية شريفة الذي ينظر الذي له شيء من الإطلاع على وضع الشيعة الشيعة في هذا القرن الأخير أو لنقل في هذا القرن والنصف الأخير أو خمسين سنة تقريبا الإنسان يرى أن الشيعة في هذا القرن والنصف صعدت وارتقت صعودا استثنائيا بالنسبة إلى كل تاريخ التشيع طبعا هذا لم يكن إلا بمنة من الله سبحانه وتعالى ونظرة من مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء الله سبحانه وتعالى محمد وآله محمد هذه النظرة المباركة من المولاء أرواحنا فداء لها مظاهر نحن ننظر إلى المظاهر التي ظهرت ما وراء هذه المظاهر نظرة بدون هذه النظرة هذه الأمور ما كانت من الممكن أن تحصل لعل أظهر شيء في بداية هذا القرن والنصف الأخير ابتدأ أو ابتدأت تلك المظاهر لذلك اللطف الخفي بقضية التنباك هذه الفتوى التي أصدرها المجدد الشيرازي الكبير سنة ألف وثلاثمائة وتسعة هجرية كانت من أظهر المظاهر لهذا الرقي لهذا الصعود الاستثنائي هذا الفقيه العظيم العملاق تمكن أن يحارب وأن ينتصر على أقوى إمبراطورية في العالم آنذاك بريطانيا وذلك بدون رفع السلاح بفتوى تمكن أن ينتصر على سياسات هامة جدا لأكبر وأقوى إمبراطورية في العالم طبعا هذه الفتاوى كانت لها تبعات إمبراطورية لا تسكت حاربت سجنت قتلت لعلي لا أبالغ إذا قلت قتلت مئات من الأشخاص ولكن خلال فترة وجيزة جدا أدركت أن القضية أكبر من حجمها فتكبدت خسائر كبيرة اقتصادية والأهم من ذلك خسائر كبيرة السياسية عالميا وتراجعت الإمبراطورية تراجعت مظهر عجيب كان لقوة ما كان العالم يتوقع أن تكون هكذا قوة الشيعة في ذلك الزمن بعد أقل من ثلاثين سنة بعد تسعة وعشرين سنة بالتحديد ظهر مظهر ثاني قوي أيضا بالتجاه الإمبراطورية نفسها في سنة ألف وثلاثمائة وثمان وثلاثين هجرية في قضية ثورة العشرين أيضا خسارة كبيرة هذه المرة دخلت الإمبراطورية الكبرى آنذاك دخلت في حرب حرب السلاح وكانت جيشها مئات الملايين في العالم وأسلحتها أكثر الأسلحة تطوراً في ذلك الزمن مقابل خمسة ملايين الشعب كله خمسة ملايين عراقيين آنذاك العراقيون كانوا خمسة ملايين رجالاً ونساء وأطفالاً وخسرت في هذه المعركة خسارة ثانية كانت لها دويها في العالم الإمبراطورية تخسر تخسر في حرب سلاح فاضطرت أن تتراجع مرة أخرى قلت الأفراح في الدنيا عجينة بالأتراح بعد ست سنوات من هذا الانتصار الثاني المسلمون صدموا بفاجعة كبيرة فاجعة هدم مراقة الأئمة الطاهرين عليه الصلاة والسلام في البقية هذه الفاجعة التي صدمت كل المسلمين شيعة وغير شيعة هذا في بعد القوة المظاهر مظاهر الحرب الباردة أو الحرب بالسلاح في هذا القرن والنصف هذا كان وضع الشيعة في مظاهر القوة في الانتشار والاتساع اقرأوا بعض الاحصائيات موجودة في هذا القرن والنصف أو بالتحديد في هذا القرن الأخير انتشار التشيع كان انتشارا استثنائيا على مر كل القرون الماضية قلت هناك نظرة خفية من المولى أرواح العالمين الله الفداء غير ذلك لا يمكن أن يحصل هذا الشيء في هذا القرن الأخير اقرأوا الاحصائيات الاحصائيات الرسمية الاحصائيات الشبه الرسمية التي صدرت التي فيها هذا الشيء الذي أذكره لكم كل الأديان الكبيرة انحسرت وقلت وقلت نسبتها بالنسبة للمسلمين في هذه المأتسنة الأخيرة هذا بالتأكيد الأديان عددها يكثر ولكن نسبتها قلت بصالح المسلمين نسبة المسلمين في هذه المأتسنة في صعود في المقابل الأمم الكبرى حتى الأمم التي عددها أكبر أو الأمة التي عددها أكبر من المسلمين نسبتها قلت لصالح نسبة المسلمين في صفوف المسلمين المذاهب كل المذاهب الكبيرة نسبتها قلت بالنسبة إلى الشيعة والتشيع نسبته كثرت بالنسبة إلى بقية المذاهب مما يعني أن الناس بوضوح بدأوا ينتقلون من أديان أخرى إلى الإسلام الناس ينتقلون من مذاهب أخرى إلى التشيع حتى وصل الآمر أن من بين كل أربعة عشر شخصا يعيش على وجه الكرة الأرضية شخص واحد منهم شيعي بل حسب إحصائية تفصيلية قرأتها قبل سنوات قلاء تقريبا قبل لعله عشر سنوات تقريبة عدد الشيعة أكثر من هذا أيضا العدد زاد الأفراح في الدنيا خليطة وعجينة مع الأتراح الانتصارات معجونة مع الخيبات كما العدد زاد المشاكل الداخلية في صفوف الشيعة كثرت مشاكل في مجال العقيدة مشاكل في مجال المستوى الديني مشاكل في مجال حتى إلى أحد ما الأخلاقيات حصلت مشاكل حتى في العقيدة حصلت مشاكل هذا الشيء لم يكن حسب الظاهر ما كان على الأقل بعنوان شيء مشكلة كبيرة ما كان لأن أصبح مشكلة كبيرة نعرف طبعا أسباب هذه المشكلة ولكن بالنتيجة هذه المشكلة حصلت انتصار يحصل توسع يحصل ولكن في المقابل توجد هناك شيء تنغص العيش هذه حالة الدنيا طبيعة الدنيا لابد منها والمستقبل كذلك حسب ما يتنبأ بعض كبار العظماء والعلماء أن المستقبل أيضا يكون من صالح الشيعة ولكن لا ننسى أنه كل شيء أن كل شيء كان فيه فرح يعرف أنه في مقابله يوجد حزن يوم غد يصادف مئوية هدم مراقض الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام في البقية يعني تكتمل مئة سنة بالضبط من هذه الفاجعة وهذه الجريمة الكبيرة التي ارتكبت استمرار هذه الجريمة لمدة قرن كامل يحتاج إلى تساؤل مع أن هذه القوة كانت الشيعة طبعا الجريمة حدثت بعد قضية التنباك وبعد ثورة العشرين وكان هناك تخطيط لحصول مثل هذه الجريمة بل يوجد ارتباط أصلا بين تلك القوة التي حصلت وبين التخطيط لهذا الضرب ولكن بالنتيجة هذه الجريمة ارتكبت ارتكبت وانتهت لا استمرت مئة سنة مع أن أكثر المسلمين لا تقريبا كل المسلمين باستثناء فئة قليلة بقيت فئات المسلمين ضد هذه الحركة يعتبرون هذه الجريمة هدكا لحرمة كبيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله مع ذلك تستمر هذه الجريمة مئة سنة كيف كيف يمكن أكثر المسلمين شيعة وغير شيعة بل كل المسلمين تقريبا باستثناء هذه الفئة القليلة يعتبرون هذه اهانة اهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا في بلد نصراني في بلد مسلم في بلد من بلاد المسلمين كيف تستمر طبعا المجرمون الذين ارتكبوا هذه الجريمة هم يتحملون القصة الأكبر من استمرارية هذه الجريمة وهذه الفاجعة وهذه المصيبة الحقيقية ولكن كلامنا ليس عنهم كلامنا عن جانب مرتبط بنا نحن أيضا نتحمل لا أقول القصة الأكبر القصة الأكبر عليهم ولكن نحن أيضا نتحمل جزءا من هذه المصيبة واستمرارية هذه المصيبة لقرن كامل ليس ليوم ويومين ما المشكلة فينا إحدى أهم المشاكل التي جعلت أرضية الاستمرارية هذه الجريمة مئة سنة كاملة كلمة واحدة من خمسة حروف العلم الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه نافي واستثناء ما إلا تفيدان إذا اجتمعت تفيدان الحصر يعني كل الرسل هكذا كانوا لا يوجد رسول استثناء من هذه القاعدة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يعني ماذا بلسان قومه تفسير كلمة لسان باللغة تفسير خاطئ اللغة جزء من اللسان بلسان قومه يعني بلغة قومه نعم بلا شك ولكن اللسان يعني فقط اللغة لا اللسان له معنى أوسع من مجرد لغة إلا بلسان قومه بطريقة يفهمها قومه كل الرسل هكذا كانوا يأتون بمنطق بلغة ليست اللغات العربية والفارسية والهندية والإنجليزية لا بمنطق يفهمه قومه استمرارية هذه الفاجعة إحدى أسبابها الأسباب التي هي فينا أننا ما كان عندنا لسان قومنا ما أوصلنا هذا المعنى بالطريقة المناسبة ذكرت لكم تحولات تحصل في العالم في الأنظمة العالمية تحصل تحولات اليوم أنا أخاطب العالم بالمنطق الذي خاطب به المجدد الشرازي الكبير خطأ ذاك الزمن كان له اقتضائيات خاصة كان من الممكن أن يخاطب المجدد الشرازي الكبير بهذا الخطاب وانتصر في خطابه أيضا ولكن النظام تغير أصلا النظام العالم تغير يلزم أن نعرف ما الأدوات المؤثرة في هذا الزمن الارتقاء في المجال العلمي أولا ثانيا ثالثا أولا في المجال السياسي أنت تريد أن تخاطب العالم يلزم أن تعرف كيف تخاطب الأنظمة السياسية ماذا تفهم كيف تفكر كيف تتمكن أن توصل إليها معنا حتى أفهم كيف أتكلم معهم وكيف أوصل لهم ثانيا الارتقاء العلمي في المجال الاقتصادي تعلمون وكلنا نعلم أن الاقتصاد إن لم نقل أنه أقوى الأشياء تأثيرا في العالم لا شك أنه ثاني أقوى أشياء أو ثالث أقوى الأشياء في العالم الذي يؤثر الارتقاء العلمي في المجال الإعلامي يا أخي تحدث بلسان نفسك أن تكون حامل فكرك اليوم من يتحدث بلسان الشيعة حكومات أبعد ما تكون عن التشيئ حكومات لها سياساتها هي وراء سياساتها أصلاً لا تفكر في الشيعة حكومات لغتها لغتها لغة لغة عادية لغتها أهم عندها من البقيع ومن مئة شيء من مهام الشيعة مثل البقيع أصلاً لا يهمهم هذه الحكومات تفكر أصلاً في البقيع أصلاً تفكر فيما يفكر به الشيعة أبداً تفكر فيه أجندة خاصة مرتبطة بها سياسات هي التي تتحدث بلسانك أنت الشيعة اليوم العالم عندما يريد أن يستمع إلى الشيعة يستمع إلى من؟ إلى هذه الحكومات قلت الجريمة الكبيرة هم يتحملونها ولكن أنا أيضاً أتحمل أنا لماذا لا أنتق بلساني أنا لماذا إعلامي ضعيف لا أتمكن أن أوصل صوتي صوتي الذي أريده إلى العالم أنا وأنتم نعلم أن قضية البقيع قضية هامة جداً العالم لا يعلم العالم لا يعلم أن الشيعة يهمهم هذا الأمر بهذه الدرجة أصلاً لا يعلم العالم لا أقول العالم لا يعلم حتى بعض الشيعة لا يعلم لأن صوتك مصادر من قبل جهات من قبل حكومات أنا عندما ما كنت بمستوى الإعلام العالمي لا أتمكن أن أوصل صوتي طبعاً هذه الجريمة أيضاً تستمر هكذا الله سبحانه وتعالى يقول ائتوا البيوت من أبوابها يا أخي لكل شيء باب العلم يقرب البعيد ويسهل العنيد لا أحتاج أن أذكر لكم قصصاً تاريخية ولا أحتاج أن أذكر لكم قصصاً من حياتي الشخصية كل واحد مننا كل واحد مننا عنده نماذج في حياتي الشخصية كم سهلت معلومة واحدة له كم سهلت الطريق له كل واحد مننا في مجاله معلومة صغيرة تعلمتها سهلت طريقاً صعباً طريق طويل قربته شيء كنت أحتاج إلى ساعات وساعات حتى أنجزه بمعلومة واحدة تمكنت أن أنجزه خلال ثواني لماذا؟ لأنني تعلمت معلومة الطرق البعيدة تسهلها المعلومات ويسهلها العلم العلم غير المعلومات لا يمكن قدرات نعم يمكن كان من الممكن أن نصل إلى تراجع تلك الفئة المجرمة التي ارتكبت هذه الجريمة خلال أيام لعلنا لو كنا نعرف الطريقة لو كنا نعرف بعض المعلومات التي لا نعرفها تعلوم الارتقاء العلمي في المجال السياسي والاقتصادي والإعلامي الإمام بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء إحدى الأدوات التي يستخدمها للانتصار على كل العالم ولبسط العدالة في كل البسيطة إحدى الأدوات التي يستخدمها العلم كما ورد ذلك في حديث بل أحاديث حديث شريف واضح هذا الحديث سمعتموه أقرأ لكم هذا الحديث وأختم حديثي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال العلم سبعة وعشرون حرفا لست بسخد التفسير هذا الحديث الشريف تفسيره جدا جميل يعني ماذا سبعة وعشرون حرفا سبعة وعشرين بوابة كبيرة كل العلم داخل في هذه البوابات الكبرى للعلوم العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين حتى اليوم يعني إلى زمان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لا من بقية الرواية يظهر أنه إلى زمن الظهور هكذا البشر كل العلم الموجود عند البشر هو من بوابتين فقط فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام المهدي أرواح العالمين له الفداء طبعا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يأتي بالاسم الخاص لحفيده أنا أبدلت هذا الاسم باللقب المشهور له أرواح العالمين له الفداء فإذا قام الإمام صلى الله عليه وأرواح نفده أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا اللهم أسأل على محمد وعليم ما هي هذه العلم بداية بداية كلام الإمام عليه الصلاة والسلام قال العلم سبعة وعشرون حرفا العلم إحدى الأدوات التي ينتصر بها الإمام العلم العلم أداة كبيرة جدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السنة آخر سنة من هذه الفاجعة الكبيرة نسأل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستمرار في خدمة مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم وللازدياد في خدمته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذابين عن حرماته وحرمات آبائه الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد